عايزة اروح بقى لتصريحات فوزي لاججح عضو التنفيذي او المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي وايضا رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم كان لين نهاردة تصريحات مضحكة شوية زي ما احنا شايفين لاججح بقول انتهى زمن الحكرة والفساد دي تصريحات لجريدة الصباح المغربية ده نقلا عن جريدة الصباح المغربية انتهى زمن الحكرة والفساد هو فساد ايه بالضبط يا فوزي يعني النهاردة بعد ما نقلت المباراة للمغرب وشفنا الحضور الجماهيري وبعد ده كله بتتكلم عن فساد ده انت اساسا اساس الفساد ده انت اساس الفساد جوه لتعادل افريقي ده انت اساس الفساد جوه قرية افريقيا وبتتكلم عن فساد هو النادي الاهل النهاردة ست سنين اللي فاتت او سابقة لما اوصل منهم خمس نهايات يبفن الفساد النادي الاهل اللي بياخد بطولات افريقيا مع عيسى حياته ومع احمد احمد ومع المتسبي فين الفساد وانا خدت بطولاتي كلها مع رئيس التحاد افريقي واحد بس مع كل الرؤساء النادي الاهل بيفرد سيطارته النادي الاهل اللي كان للسنة التالتة بيسعى للبطولة الافريقية فين الفساد في هنا عارف الفساد فين هوريك الفساد دلوقتي في لقطة في دوري ابطال افريقيا كانت في مباراة كانت يعني قريبة جدا انها تخرج فريق الوداد من بطولة افريقيا لو لا تدخل حكى مصري اسمه امين عمر في هذه اللقطة هشرح لحضاراتكم اللقطة دي اللقطة دي كانت مباراة الوداد وشبابه الازداد كانت في مركب محمد الخامس المباراة الاولى انتهت في الجزائر صفر صفر دي مباراة العودة في الوداد الوداد احرز هدف في بداية المباراة المباراة فضلت واحد صفر للدقيقة واحد وتسعين الدقيقة واحد وتسعين والحاكم احتسب اربع دقائق وخمس دقائق ضربات جزاء الكرة دي كانت كرة عرضية من شبابه الازداد وطلع حرس المارمة تكناوتي علشان يضرب الكرة البوكس ما ضربش الكرة ضرب دماغ لاعب شبابه الازداد المهاجم بتاعها كان من بحكم المباراة كان الكابتن امين عمر الحاكم المصري وكان على الفار الكابتن محمود البنة كابتن محمود البنة وبنزهته واحنا دايما هنا بنشهد للتحكيم المصري للكابتن محمود البنة بالاخص بالنزاهة جابه في الدياة واحد وتسعين قال له تعالى تفضل الكرة ركل الجزاء كابتن امين عمر راح وشاف الفار والكرة واضحة جدا وعدهاله بدل المرة عشر مرات علشان يوضح له ركلة الجزاء ان حرس مارمن وداد هو طالع اضرب بالبوكس ضرب مهاجب شباب والازداد الرجل داله كل اللقطات وكل الصور في ركل الجزاء صحيحة في الدياة واحد وتسعين لو تم احتسابها وتم تسجيلها كان الوداد خارج البطولة لكن الكابتن امين عمر في لقطة دي راح واحتسب الكرة ما فياش اي حاجة واحتسبها اسقاط لحارس مارمن وداد وللأسف خاف من جمهور الوداد هو ده الفساد انت بتتكلم عنه سيد فوزي لك جع بتتكلم ان عصر الفساد انتهى في كارة افريقيا وانت اساس الفساد النهاردة في لقطة بوريها لحضرتك عشان تستكمل البطولة الافريقية وتكون موجود في الملعب النهائي او موجود في الملعب النهائي في ملعبك وسط جمهورك